شاهدين أكرام دلوقتي نصيب حضراتكم وموجز لأهم وآخر الأخبار مع دينة فضاليا دين شكرا لك هديرة تاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبيا على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثلاثي مع الإمارات والأردن والمقرر خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بما يسهم في دعم وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة ويخدم أهداف التنمية هذا ويستهل رئيس الوزراء زيارته إلى أبو ظبي بعقد لقاء صباح اليوم مع عدد من المهتثمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يأتي في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر والحوافذ التي توفرها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات أذنت مصر الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة ماتجو وراي شرق بوركينا فاسو وأصفرت عن عشرات الضحايا من المدنيين وقالت وزارة الخارجية أن مصر تقدمت حكومة وشعبا بخلص تعزيها وصادق مواساتها لبركينا فاسو الشقيقة ولأسر الضحايا وأكدت وقوفها جنبا إلى جنب مع بوركينا فاسو وتضامنها الكامل معها في جهودها لمكافحة الإرهاب قالت الخارجية الروسية أن رفض جامعية الصحة العالمية مشروع قرار أوكرانية لمنع موسكو من حق التصويت يكشف أن المجتمع الدولي بدأ في النظر بواقعية أكثر إلى الوضع في أوكرانيا وأوضحت الخارجية الروسية أنه من بين 183 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية شاركت في الجلسة وكان لها الحق في التصويت ولكن أيدت 88 دولة القرار الأوكراني ولم تتمكن أوكرانيا من حج نصف أصوات المشاركين كانت جامعة الصحة العالمية رفضت مشروع قرار طرحته كييف يقضي بحرمان روسيا من حق التصويت في المنظمة الدولية كشف وزير المالية الروسي أنطان تيولوانوف أن بلاده تتوقع تحقيق 14 مليار دولار إضافي من عائدات الضفت والغاز هذا العام وشيرا إلى أن جذءا من المكاسب الإثثنائية سينفق على العملية العسكرية في أوكرانيا وقال الوزير الروسي أن الحكومة تخطط لإنفق الإرادات الإضافية هذا العام بدلا من ادخارها وضحا أن الأموال ستنفق على مدفعات إضافية لأصحاب المعاشات التقاعدية والعائلات التي لديها أطفال آدانة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا جاء ذلك في بيان المشترك صادر عن وزراء خارجية البلدان الثلاثة حيث أكدوا فيه أن كوريا الشمالية زادت بشكل كبير من وطيرة ونطق إطلاق صواريخها الباليستية منذ سبتمبر 2021 وحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزير الخارجية الياباني يوشي ما ساهياشي في البيان بيو نيج يانج على العودة إلى مفاوضات أعلنت الأرجنتين تسجيل إصابتين مؤكدتين بجدر القردة في أمريكا الجنوبية وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية أن نتيجة فحص بي سي آر لأول حالة يشتبه بإصابتها بجدر القردة جاءت إيجابية مشيرة إلى أن المصاب يخضع للعلاج في حين تتم مراقبة المخالطين المقربين منه الذين لم تظهر عليهم حتى الآن أي أعراض وكشفت وزارة الصحة عن حالة ثانية مشتبه فيها لمقيم في إسبانيا يقوم بزيارة الأرجنتين حاليا قالت منظمة الصحة العالمية أنها تلقت تقارير عن 650 حالة إصابة محتملة بالارتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال مشيرة إلى أن أسبابه لم تعرف بعد ولا تزال قيد تحقيق وأفدت دراسة أجرتها المنظمة بأن 33 دولة أبلغتها بما إجماليه 650 حالة إصابة محتملة وتبحث السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم عن زيادة غامضة في حالات الالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الصغار التي أدت إلى تسع وفيات على الأقل ورياضيا تتجه أنظار الساحرة المستديرة حول العالم صوبة ملعب دو فرانس في باريس حيث واجه ليفربول الإنجليزي ريال مادريد الإسباني في المباراة النهائية من بطولة الدوري أبطال أوروبا ويخطط ليفربول لتحقيق الانتصار والثقر من ريال مادريد بعد خسارته اللقب أمامه في 2018 من نتيجة 3-1 وحصد اللقب السابع في تاريخه واتأهل ليفربول لنهائي دوري الأبطال على حساب فريق الفيريال الإسباني بنتيجة 5-2 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي نهاية مجاز التاسعة فاصل ورد لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر